كابتنا بالذهب الفوز الزمالك النهاردة خالق جلال بيقول توقعت سيناريو الخسارة من الزمالك وقال لك وطبعا واجهنا فريق كبير بحجم الناس الزمالك لكن انتظرت أداء أفضل من ذلك خاصة أن المنافس لديه غيابات في خط الدفاع قال لك خلصنا الشوت الأول بشكل جيد وشكلنا خطورة على مرمى الزمالك ونجحنا في الشوت الثاني في التسجيل والتقدم بالنتيجة طلبت من فريقي عدم التراجع بعد التسجيل ولكن الزمالك سجلت تعادل وتوقعت سيناريو تسجيله الهدف الثاني وحذرت لعبي فريقي من الهجمات المرتدة وهذا ما حدث كابتنا بالذهب يعني توقعت السيناريو الخسارة أكيد بعد مباراة النادي الآلي الزمالك كان عامل مباراة خصوصا في الشوت الثاني حتى في المتشاط يا أسلام انت بتكلم عليه شكبالها ونقطة السر في الزمالك او كلمة السر في الزمالك عاملين نقاط كويسة جدا ويستمر عندهم غيابات عندهم مشاكل في نص الملعب عندهم مشاكل في الدفاع لكن نهاردة خالد جلال عامل مباراة وكان ممكن يكسب بضربك الجزاء لكن الناس الزمالك عنده يعني زي ما بقول عنده فرودة كويسة جدا بتحاول عجونه عندهم حلول يعني عندك بنت شارقي لكن يبقى علامة استفاة ما هو يوسف أوباما حتى الرجل ما لعبش في مرات الآلي والراجل بيشاركه النهاردة باودة غمدين فمسل انشاء الله